بيبتدي مسلسلنا وإحنا في فلاش باك قبل 18 سنة من الأحداث الحالية وبنعرف أن حصل اعتداء على أصر عيل تشوي وبنعرف أن العيلة كلها ماتت في حريق ومحدش نجى منه حتى الخدم يحرام وفي وقتنا الحالي في أصر عيل تشوي برضو بيجهزوا لحفل اختوبة ابنهم تشوي اللي أصلاً صيب لهم البيت وقاعد في بيت مشبوه والخدم وكله بيدوروا عليه وهو قاعد هنا رايق ولا في دماغه أي حوارات تشو دا راجل غني جداً وأي بنت بتتمنى وفجأة الباب بيخبط وبيقوم يشوف مين وبيلاقي البنت دي دخل عليه وعملة فيها خطيرة وبتقول له يسكت وما يطلع شورة نفس أعرفكم عليها ودي تبقى بنتنا لين بتقول إنها من جنوب أسيا وبنت تجري غني جداً وأي شاب برضو يتمناها ابننا تشو بيثبت مكانه طبعاً وده لأنه لما بصف يعنيها افتقر وهو طفل صغير لما شاف بنت بتشبهها بالضبط وقل النفسه أكيد هي وفجأة بيقرب مجموعة من الرجالة كانوا بيجروا ورالين وبيخبطوا على بابة شوق اللي بيفتح لهم وهو رفع سلاحه عليهم وبيقولهم إزاي جات لكم الجرأة عملوا دوشها عند بابي فبيعتزروا له بسرعة وبيمشوا فقامت قالت له شكراً ولسه هتمشي لها لأ هو أنت فاكرة تخليل حمامزة يخرجوا ولا إيه أنت مين يا حلوة قالت له نالين يلا سلام فرفع سلاحه وقرب منه وقال لها أنت في بيت مجبوهي حبيبتي فبلاش جوال برقضة علي فقالت له جدت لنفسك وهب هب حركتين حلوين والمسدس اللي كان في إيده بقى في إيديها هي فقال لها خفتنا كده ورح هوب ممطير منه الخزنة وسحبوا من إيديها وحطوا على قلبها راح دلبيت مسبتها بنظرة واحدة وأخذ منه تاني ودوخوني معهم والله وقالت له لو كنت عايزني أقضي معاك اليوم لازم تكون سحر بالنسبة لي أكتر وبعد مع الشميته قالت له لا 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 أنت بتنفعنيش وأنا ورايح حاجة كتير رايح أعملها تيك كير يا بيبي واسبت ومشيت ولكنها بعد ما مشيت لقى مكانها على الأرض دعوة لخطوبته قال بس دي رايحة الخطوبة بتاعتي يبقى أنا كمان لازم أروح بقى وأمري لله فبيجهز وبيرح لخطوبته وبيلاقي الحرس موقفينها على البوابة علشان ما معاش كارت الدعوة فبيفرح جدا وبيعرب منها مع الكارت فبتحط إيديها في إيديه وبتقول له مستنياك من زمان فبيقول لنفسنا كنت متأكدة أنها سابت الكارت بالقصد ودخل بيها لخطوبته قدام الكل وهو أخذها أنججي كده ولا كأنه ماشينا على الكورنيش وطبعا كل المعزين بيستغربوا خصوصا خطوبته دو اللي كانت هتموت منها فقال لاتشو أنا عارف أن انتي سبت الدعوة هنا بالقصد وأن كل دا كان فخ منك وهتكلم معيك في الموضوع دا بعدين ودخل ابننا يلبس علشان يحضر حفلة خطوبته راحت دو دخل أراب سرعة وهي دخلة مستعجلة خبطت في البنت اللي شايلة المشروبات وزقتها في الأرض وردت لها أنتي عامية ولا إيه عايزة بوزيلي في استان فرحي وزقتها طبعا وهنتها جامل فدخلت لين تدفع عنها وراحت دو خدت كوباية تانية مليانة وهب حدفتها على لين راحت لين بعدت البنت كده ورفعت استانية وردت بيها المشروب من تاني ولزق في وش دو بنتنا سوبر لين وبدأت بقى حرب ما بينهم دي تزق دي ودي دي ترب دي وطبعا لين هانتها وبهدرتها أحلى بهدلة قدام المعزيم فبيتهدوا بقى أول ما بابا تشو بينزل يرحب بالمعزيم وبيقول لهم هتتغدوا الأول وبعدها نعلن الخطوبة وما كملش الكلام يعيني إلا وتشو أبن بيقطوا وبينزل يرحب بالمعزيم وبيقولش عارف خطبته الجميلة ودو بقى وقفة مستعدة إنه هيعرفهم بها بقى يقوم هب معرفهم بلين والكل طبعا بيتصدم حتى لين نفسها فبيقول لها عجبتك دلوقتي في الوقت ده بنشوف أحداث من الماضي لحظة قتل عيلة تشوي والمشترك في الجريمة بيكون بابا تشو اللي هو السيد تشو وبابا دو اللي هو السيد دو ومساعدينهم والبنت الصغيرة اللي شفت الجريمة كانت هي لين واسمها الحقيقي هو تنغ شوي وجاية بقى علشان تنتئم منهم وبعدها تشو بيقدم البخور لروح ممتو وبيقول لها أنه أخيرا لأ البنت اللي قابلها من 18 سنة وكانت مستخبية وكلها دم وأنه عرفها من نظر تانيها وهو متأكد أن حقيقة اللي حصل في القاصل هتظهر قليب طالما البنت دي رجعت من تاني وأنه طول الوقت كان بيحلم بيها وما يعرفش هي فين ولا إيه اللي حصل لها من وقتها وتاني يوم بيقابلها وبيسألها أنت قربتي مني لي قالت له عشان جمال عيونك وجذبيتك ولما جي قرب منها قالت له إيدك لأ طعالك قال له طب حيال وقوي تعاليني تبادل الخدمات تساعديني وساعدك أتجوزك بما أنك سيدة أعمال وده يكون مفيد لشغل كولية قدام الناس قالت له أنت أعلنتك وضبتنا قدام الكل فبكده أنا بقيت مضطرن أنا ساعدة وغزبن عني خلص أوكي بس نتفق اللي بيننا يكون مجرد صورة قدام الناس وبس سنيا هشتغل بإسمك والربحة بالنص ثالثا هاكم هنا في القصر معيك من غير ما حد يتدخل في حياتي وطبعا بيوافق وبيمضو عقد اتفاق كمان لكن بعض ما بيمضو العقد بيقولها أنه مش قادر يصدق نفسه أنه هو تجوزها أو بيقرب منها لكنها بتصيبه وبتمشي انت بتعمل إيه يا ابنيها لسه إليك صورة وبتنزل لين مع تشوه يلا قدوها مالا بتعيط لمرات أبوها اللي عملوا فيها ومرات أبوها أول ما بتشوفه بتقول له باباك عاوزك في مكتبه وأول ما بيمشي بتقول لليل ما تقول لنا يا حلوة أنت عامل السحل فين أول بفنجان الشاي اللي بتقدمه كل بنت اللحظة تجوزها كتقليد عائلات لحماتهم وانت بنت ناس وفهمة فخلي بالك بقى تكسري فنجان عيلتنا لأنه ورسل عيلة قالت لها يعني أنت اللي ورسة من عيلتك يعني ما أنت ورسة من أم تشوه اللي هي صاحبة البيت الحقيقة أنت تضيفها هنا زي كزي فتعصبت عليها وقالت لها زي تتكلميني كده فكانت دوت الدخل فقالت لها عدينتي على جنب دي شؤون عائلية وملكيش فيها فجيت شوه وقال لهم إيه ده وانتوا بتقدموا الشاي مما لوش أي لازمة خالص أنت أصلا مش أمي الحقيقة علشان التقليد ده يمشي عليكي وتعاملي مع خاطبتي باحترام ولا هشتيكيكي لأبويا وبييجي بابا وبابا دو وبياخد بنته وبيمشي وبيقولها كفاية بقى تحريجي نفسك أكتر من كده مرمطي قرامتك في الأرض وبابا تشوه بيتكلم معالين وبيحس إنها محترمة كده وطالما عجبه يبنه خلاص بس بقى بيقولها يبقى تعتذر لعيل الدو علشان الشغل اللي ما بينهم يعني فبيجي المساعد بتاعه يبلغوا إن خططهم في السليم والبضاعة جهزة للتسليم ووضح إنه خاربها وليم مركزة معاهم جدا وحلفة لتجيب أخرهم وبتروح تزور قبر عيلتها وبتقول لهم إنها تاخد حقهم وترجع كل حاجة سرقت منهم بعدها بتقابل صحفي وبيديها صور لينغي المساعد وهو بيكون واحد من رؤسائه مع مراته وديت له صبيكة ذهب علشان ينشروا الأخبار كمان بس وهو خارج بيقابل تشوه وبيقوله أي حاجة تديها لين عاوز منها نسخة قاله ما ينفعش دي اتفاقاتنا بيننا قاله تمام يبقى عاوزك ترعيب لحد وتجيب لي أخباره وديه له فلوس فقاله تمام اعمل لك اللي انت عايزه لكن أفشي أسرار عملائي استحالة قاله تمام هترعيب لين الودي عين بيصدم يقول هو إيه اللي انت بتعمله دا دلوقتي بقى فلين بتعزمت شوه للغدا وهم بيتكلموا حلقها بيقع في الأرض فبتقرب منه علشان يلبسه لها بتثبته علشان هي متفق مع الصحفي على فضيحة ينغ وبنعرف ان المكان اللي هي موجودة في تلوقتي هو نفس المكان اللي ينغ بيقابل في عشقته وبتقوم تولع في المكان وبتاخد المفاتيح تفتح الوضع اللي هم فيها وبلغوا مراته وجات الصحافة قراها وبيمسكوهم متلبسين وتشو طبعا بيعرف انها كالعادة بتستخدموا مش اكتر في تنفيذ خطتها من غير ما حد يشوكي فيها وبنرجع فلاش بايك وبتفتكر لين وقت عيد ميلادها وينغ كان مساعد ابوها وما لحقتش تكمل حفلة عيد ميلادها ودخل عليهم المجرمين بس ابوها خباها وقال لها ما تخرجيش مهما سمعتي ولا تعملي اي صوت يعني دلوقتي هي بتنتم من ينغ علشان هو ساعد المجرمين انهم يقتلوا باباها وفي وقتنا الحالي بيعترض طريقها مجموعة من المجرمين لكن تشوه بينقزها وبيضربهم كلهم وبيهددهم بالقاتل لو ما قالوش مين حردهم فقالوا ان دوها هي اللي بعاتتنا هنا علشان نقتلها واخدته لين البيت وبدأت تعالج ظهره من الخبطة اللي خدها فقال لها كنت فاكر ان انتي جاية تقابليني علشاني انا مش علشان خطتك فحاولت انها تتهرب من الكلام قال لها ايه اللي ما بينك وما بين ينغ علشان تعملي في كده قالت له ابدا شايفان مش شايف شغله بيفكر في البنات وبس فعاقبته زعلاني علشانه قال لها لأ زعلاني على المعيد اللي بوز قالت له ليك ما عاد عندي يا سيدي ولا تزعل نفسك بس طبعا هو فهمها كويس وعارف ان في وراه حوار كبير فبيروح لدو وبيهددها انها لو قربت من لين تاني هيعقبها بنفسه وتفضح ينغ في الاخبار مع عشقته اللي بتكون مراتة شنغ بابا دو وبيدلها علقة محترمة وفي نفس الوقت ينغ كان بقلم حكته علشان يهرب لانه خايف من اللي هيشوفه واتشانغ بقى بيدور عليه في كل مكان لكنه مش بيلاقيه وبيكونها يتجنن فبتيجلين وبتجبهوله كهدية فبيقمر حراس وياخدوه دلوقتي وبيسألين ايه المقابل قال لفنا نعمل صفقة تديني نسبة ينغ في شركة الشحن انا سيدة اعمال وده هينفعني جدا في شغلي قال لها موافقة بس لازم تثبتيلي ان انا في مركب واحدة واخدها وهو بيقتل مراته ووقتها طلب منها انها تقتل ينغب نفسها وطبعا بدأت تفتكر لما قتل امها قدامها وقتلته فانظهر بشخصيته وطلب منها ان امها يتعاون سوا دايما ورئيس الشرطة كان متعاون معاهم بس كان متضايق جدا ان لين هتاخد الشركة ووقتها تشوه كان مرائب كل ده ومش فاهم ليني عاوزة تعمل ايه بزبط وتاني يوم بتستلم ليني الشركة وبتفتكر لما باباها فتح الشركة دي لأول مرة وقال لها انهم لازم يحفظوا عليها علشان البلد دي تفضل دايما في امان رئيس الشرطة طلب من ظابط عنده ان هو يراقب لين طول الوقت ويجمع عنها معلومات اما تشوه فبيحاول ان هو يفهم من لين هي عايزة ايه بالضبط قالت له الشركة هتشتغل بدعمك ليا لازم تتعامني قدام الناس كلها علشان اكون زوجة صالحة فقام قرب منها وقال لها تب وريني كده هتكوني صالحة زي قرحت ايبة بعيدة عنه فقال لها حبي بحظارك من الشانغة لانه مش سهل زي ما انت متخيلة قالت له خايف علي قوي قال لها ما انت من عيلتي بقى بعدها بتروح تشتري هدوم وصاحب المحل بيقول لها خدي كل اللي تحبيه جوزك راجل كريم جدا وبيهدي الكل قالت له شوف انا متجوزة بقى ليه كم يوم مشوفتش منه ولا حتى ايه هدية فجت شوه وقال له هيتكون فاكراني بخيل ودها مصاصة فكرتها بابوها وهو افتكر انه ادالها نفس المصاصة دي لما قابلها اول مرة وهي صغيرة وامر صاحب المحل انه يلف كل حاجة مراته رمستها بس في ايدها في المحل علشان يشتريها لها كهدية وبالليل في مكتبها بيدخل عليها رئيس الشرطة اللي اول ما بتشوفه بتفتكر وهو بيشارك في قتل اهلها وقال لها انه هو جاله بلاغ ان شركتها بتهرب افيون وحط الافيون قدامها من نفسه على المكتب وبيؤمر بالقبض عليها قالت له ايه ده انت بتلفق لي تهمة بقى قال له حد شاف ده غيرك وسأل رجالته وقال له ما حصلش قال له هالشركة هنا بتدير اعمال عيلة دو وعيلة تشوه لو فاكرة نفسك جاية توقعينا يبقى لازم مصيرك يبقى نفس مصيرة عيلة شوي فركزي كده وخليك في صفي ونتعاون سوا ضد عيلة تشوه قالت له سايد تشوه عارف كلامك ده قال لها هو بيشك فيك اصلا فلو اتقتلت هيقتلوكي برضو فجاله خبر ان تشوه وصل فأمر الزابط انه هو يضيقها وخرج لتشوه اللي هدده انه هيندم على العمله ده قال له ما عملتش حاجة احنا بينا شغل مش اكتر ومنعه من الدخول وقتها الزابط بيحاول انه هو يلمسها فخبطته رح ضربها بالعصايا على رجليها وحاول انه يعتدي عليها واضطر تشوه ويدرب رجالة الشرطة ويدخل ورن الزابط اللي كان بيعتدي عليها علقة محترمة وقالع قميس ولبسولها بس خد باله من جرح كان على كتفها كان عنده ويا طفلة برضو وشالها ومشي وقتها اطلع سايد تشوه وسايد دو اللي كانوا وقفين يسمعوا كل كلامهم مع بعض قتال سايد تشوه بيقوله انها كانت واسقة في نفسها الجدن وياف تتكلم وانه شايف انه مفيش عليها اي مشكلة فقاله انا متأكد انها مخبية حاجة جبتلك شنطتها الشنطة دي المفروض انها كتحطى فيها الصور بكل اللي اتعاونه على تدمير عالتها وكل ما بتخلص من حد بتعمل اكس عليه وبيفتح له شنطة وبيهدهاله فبيتصدب من اللي موجود فيها لان كل اللي موجود فيها ادلة تدين رئيس الشرطة وانه بيعمل مصالح من وراهم وطبعا بنعرف ان اللي سايدة في ده هو تشوه تشوبي علي الجرحلين اللي نظراتها كان فيها اعجاب وقالت له معقولة يعني تكون شخصا نضيفه بريق للدرجة دي عموما انا باعرف اسايد نفسي ومش محتاجة لك خالص قال لها عارف انك مش محتاجة لي وعارف انه عملي ما سألتك على حاجة وقلتلي الحقيقة بس عايز اعرف سبب الجرحل في كتفك فرفضت انها تجاوبه او حتى تعترف له باي حاجة تخص حياتها ولكن السايد ده بيدرب رئيس الشرطة هو بيرفض يسامحه إلا لو قطع ايده إلا سرقت فقرر انه ينفذ اوامره بس على اخر لحظة ميمنعه وبيقوله خلاص هسامحك لاخر مرة فقال له بس سيلين هتكون خطر علينا جدا لانها زكية جدا قال له قدمك ثلاث ايام تخلصنا منها اما السايدة شو فبيفتكر وهو بيقتل السايد شوي وبيسأله عن حاجة كان مخبيها في القصر لكنه رفض يقوله عليها وبنعرف ان رغم السنين اللي عادت دي كلها هو لسه ما يعرفش مكان الحاجة اللي عايزها دي لحد دلوقتي وأكيد هنعرف بعضين هي ايه الحاجة اللي بيدور عليها أما رئيس الشرطة فبيرأي بلين وأول ما بتخرج بيجري عليها علشان يخبطها بالعربية وبينزل قدام الناس علشان يقتلها بس بيتفاجئ ان مش هي وان اللي موجودة في العربية هي حمتها وبيجري تشوع على لين ويحضنها وبيقولها انه سمع عن الحادثة وبيكون الآن عليها جدا والمساعد بيقولها انه اول مرة يشوفه خايف كده وقلقان على حد فسكته وفهمت وقتها ان كان عندها حق لما قلعت هدومها وديتها هدئة لحمتها الحربية حمتها بتجري على جزها وبتقوله على اللي عمله رئيس الشرطة وبتطلب منه انه هو ياخد لها حقها منه فقال للسيد دو اوعد كون انت اللي محرده ضدي قال انه عمري ما عامل حاجة زي كده انا هجبه لك لحد عندك من قفاء وانت سأله بنفسك فقاله لو كلامك صح يبقى لازم يموت لكن تاني يوم تشو بيدخل على لين وهي نايمة هو بيقعد يتفرج عليها وبيفتكر اول لحظة دخل فيها لقصر وهو منبهر بجماله وفجأة بيشوفها وهي مستخبية وكانت مجروحة في كتفها اما رئيس الشرطة فبيفضل يدور وراها لحد ما بيقدر يوصل لملفات خاصة بلين وبيشوف صورتها مع عيلة تشوي وبيعرف انها بنتهم في نفس الوقت السيد تشوي وبيؤمر بقات لكل عيلة رئيس الشرطة اما لين فبتتفاجئ بحفلة عشا عملها لاتشو وبيقدم لها خاتم الجواز وبيطلب انها توافق لانه عايز يكمل حياته معاها لكنها بتقوله احنا مجرد شركة مزيفين وبترفض ان هو يلبسها الخاتم وعرفته انها هتمشي قبل الفرح فقال لا انا عندي كل حاجة بس ما كانش في حاجة هتهميني غير قربك ليا انتي بس اللي كنت هتهميني انا مش بسومك انا هساعدك برضو جاهزي فستان الفرح علشان الخطة تبقى كاملة واول ما بيشوفها بالفستان بينبهر بجمالها لكن هي بتقول ان نفسها واي تقع في حبه فبيحضنه وبيقولها انها جميلة اوي وبيحضره جلسة السيشن وبيجاهزه للفرح وفجأة بيدخل عليها رئيس الشرطة ومعه مسدس وبيندهب اسمها الحقيقي تنغتشوي وبيقولها انه هو هيقتلها وتشو في الوقت ده بيكون واقف الان المتوتر ومستنيها انها تنزل فبيتفاجئ الكل انها نزل وراها رئيس الشرطة بالمسدس فبيترجطشو انه هو يسيبها وياخده وراهين مكانها لكنه بيرفض وبيهددهم كلهم انه هيفضح امرهم وهيندهم على كل العمل الزمان وبنعرف انه هو وقت مهدد لين بلقاتل قالت له انهم قتلوا عيلته كلهم وديته كمان الدليل وانهم هيقتلوه وكمان وانها عملت مع الواجب وبعتت رجالته انقذوا ابنه فاتحول الغضب في الوقت ده ضد سيدة شو والسيد دو بس فجأة هجم علي تشو ورمى المسدس من ايده ولما لحق يجيب المسدس ضرب طلقة في اتجاه لين بس تشو رمى نفسه قدامها وجاتت طلقة فيه والسيدة شو لما الموقف بسرعة وادلوا رصاصة في دماغه ومشي والغريبة انه ما اهتمش لامر ابنه خالص اللي مرمي في الارض ده واخد رصاصة وان اللي كان قلقان عليه هي لين وخلصت لين من رئيس الشرطة هو كمان بس دو بنته كانوا عوزين يخلصوا منها لانها من وقت ما ظهرت جابت المشاكل معاها وقالت لابوها انه يبطل يسمع للسيدة شو ويثبت له انه هو مش تحت امره لكنه مسؤول كبير ويقدر يحمي نفسه وابوه اقتنع بكلامها اما تشو فالمساعد قال له ان لين بتجهزه الاكل بنفسها كل يوم وما ادي لنا اوامر ننفذها عشان صحتك تتحسن بسرعة فبتجيب الاكل وبتقول له يأكله لكنه بيقول لها دراي وجعني اكري هنتي ويسابها ومشي بسرعة فقال له تحب تاكل ايه فشدها علي ولا هاكلك وقرر في الوقت دا انه هو يعترف لها انه هو قابلها زمين في قصر شوي ورغم انه ما كانش عارف سبب وجودها بس ساعدها بانها تفضل مستخبية وما قالش لحد ابدا على مكانها وانه من وقتها وهو نفسه يقرب منها ويبقى معيها وانه متؤكد انها تبقى تونغ شوي لكن مش مهم ابدا المهم انه هو بيحبها واعترف له في الوقت دا بحبه فاعتذرت له واعترفت اخيرا انه عمره وما كانت هتبقى كويسة من غير مساعدته فقدم لها خاتم الجواز مرة تانية وقال لها وفقي وانا هكون جنبك وهحميك قالت لنفسها وفقي انت كده كده وعف حب من زمان وفقت فعلا ولبست الخاتم اخيرا وابقى اخيرا متجوزين اما السيد دو فبيجي لسيدة شو علشان يبرر موقفه وانه ابدا مالوش علاقة بالل رئيس الشرطة دا عمله بس كان واضح انه هو شكك فيه قوي فقال له احنا صحيح فاشلنا نقرب بصلة الجواز بس اللي بيننا اكبر من كده بكتير اللي هو بيهدده يعني بقتل عيلة شوي وانهم كانوا شركة في الجريمة وبعدها بيعين رئيس شرطة جديد وبيأكد عليه انه خدام عنده ولازم ولاقه كله يكون ليه هو الواحدة وبس هو مايفكرش ابدا يعمل اي حاجة من وراه ولا يخونه ولا عقابه هيكون القتل وتاني يوم بيصحى عرسنا يلاقي لين بتعمله قهوة فقال لها بكل حزن انه بقاله فترة منع نفسه منها لانه كان دايما بيشربها مع امه ومن وقت ما ماتت وهو منع نفسه عنها خالص لانه حسب الوحدة فاعتذرت له لكنه شكره انها بقت في حياته وعوضته عن فرقها وشرب من ايديها القهوة اللي اكيد يعني كانت نفس طعم القهوة اللي مامتو كانت بتعملها له والسيدة شو بيعرف ان البضايع بتاعته اللي في جنوب اسيا فيها مشكلة في الشحن وان السيد دو مش عارف يطلعها فبيتفاجئوا بلين اللي بتبلغ سيدة شو انها عملت مكالمتها الخاصة لابوها هناك في الجنوب وحلت المشكلة دي والشحنة خلاص في الطريق فبيتصدم السيد دو لانه كده ما بقاش لي اي لازمة اما تشوه فبيشتري مطعم كهدية لين وبيعرف ان ابوه والسيد دو شغله مشبوه لكنه هيساعدها تخلص من دو لو هدفها يعني الجاي اما السيد دو وبنته كانوا على اخرهم من الضربة دي ولازم يخلصوا من لين في اقرب وقت في الوقت ده الصحفي بيعرف ان تشوه باع البيت المزرل والبيت المشبوه اللي كان بيديره ومجرد ما باعه الافيون بدأ يبين في السوق بشكل مبالغ فيه بعدها بنشوف تشوه وبياخد لين للمينة بيوريها شحنات السيد دو اللي عليها حرص خاص وبيعرفها انها بيشحن افيون وان شحناته دي مش بريء ابدا وانه مش هيسمح ابدا انه هما يدخلوا شحنات كبيرة كده زي ما امه زمان ما كانتش راضي عن اللي بو بيعمله ده وبس اهم حاجة ما تبنيش انت في الصورة عشان خطورة الامر عليك وبيدفع فلوس للصحفي وبيخليه روح يعمل شوية اثارة جدل كده عند المينة وقتها الناس بتتجمع وتطلوا بتفتح شحنات لانهم متأكدين ان فيها افيون وبتطلوا عليه ان تدفع عن السيد دو وان استحلشوا عنه انتو يكون فيها حاجة زي كده يعني لكنهم بيصمموا انها تتفتح لكن بيحضر السيد دو وبنتو وبيأكدوا للصحافة انهم ابرياء وبيتأكدوا بنفسهم ان الشحنات عبارة عن اكل معلب ودو بتزققلين وبتقول لانا عارف ان انت ورا اللي بيحصل ده كله فبتلاحظ الجرح اللي على كتفها وبتمشي لين وهي متضايقة وبيعتذر لها تشو انه ما عملش احتياطاته الكافية قالت له ان اخدت بيالي اصل ان في حد حذرها وبيكون ده واحد من الصحفيين والمقابل دو بتكون معاه في قودة واحدة اما باباها فبيروح له صحفي بيفهموا انه شخصية مؤسرة في الدولة وفرح زي القهبل وفضل يتكلم عن ان جزيته وان البلد كانت صحرا هو اللي عمرها اما تشو فابو بيتخانق معايا لانه هو السبب ان الصحفيين يروحوا لستايد دو وحذروا من المشاكل اللي بيدخل فيها نفسه لانه هيضمر العيلة فقالوا انا بكره العيلة دي لان موت امي ما كانش مجرد حدثة فاجي الحارس وبلغوا ان استايد دو بنته موجودين دلوقتي فقال للحارس ممنوع تشو يخرج من مكانه وعارف من دو ان عيلة لين ما عندهمش بنات وهو ولد وحيد بس ولما وجهوها انهرت واغمع ليها ولحقها الامر ده اللي دخل علينا فجأة ومنعرفش جبنين وقال انه اخوها وبنعرف ان استايدة شو كان عارفه اصلا لان دايما صوره بتنزل في الجرائد لان هو مشهور جدا في بلده وبنعرف ان هو كان تايف من عيلته وهم صغيرين وقابلها في الشارع وفضلوا سوا ولما رجع لعيلته خدها معاها وتربوا هما الاتنين سوا وفي وقتنا الحالي بيعتذر له استايدة شو على سوق التفاهم اللي حصل فقال له لأ انا كلها كم يوم وهاخد اختي معايا وانا ماشي انا مش ما امن عليها لان في ناس كتير عاوزة تأذيها وطبعا السايد دو قال له لأ طبعا ما تقلقش بالنسبة لبنتي انا هربيها من جديد على اللي عملته ده وبنعرف ان تشو هو اللي كلم اخوها علشان يجي لانه كان متأكد ان دو بتدور وراها فحب يحبط مخططها بس كان غيران ان اخوها امر كده فقالت له زيها كان احلى حاجة ظهرت في حياتي من بعد موت اهلي وانه للا كنت موت وانه اقرب حد ليا فقرب منها وقال له طب وانا تاني يوم بيبعت لها استايدة شو بيقول لها احنا ارهقناك ياه الفترة اللي فاتت دي في الشغل فانا شايف يعني ان انت لازم ترتاحي وانا هسلم الشركة لحد يشيري الشغل عنك خصوصا ان اخوكي هنا فلازم تكوني معايا وتسيب الشغل شوية ففهمت ان هو بيبعادها بس بالوين وقالت له عندك حق وكالمتوقع يعني بيسلمها للسيد دو بس الغريبة هنا انه لما السيد دو بيسأله عن نوعية الشحنات اللي هيشحنها بيرفض ان هو يقوله وبيقوله ملكش علاقة في شغلي ويركز في شغلك الجديد واكيد هينوبك من الحب جانب وهتكون مستفيد ستاني يوم لين بتقابل صحفي وبتطلب منه انه هيجيب لها اخبار در الايتام اللي بيمتلكها عائلة تشو لانها متأكدة ان وراها مصيبة اما تشوه فبيقابل جيه وهو بيقوله نسمات ان انت هتاخد لين معاك وده مش هيحصل انا هحميها ولو هختار بينها وبين عيلتي هختارها هيا فلما بتيجي لين بيبدأ يلاحظ ان جيه متعلق بلين جدا وبيغر جدا عليها فبدأوا حرب ما بينهم بقى من يعرفها اكتر ويعرف هي بتحب ايه وبتكره ايه بس في النهاية بيستسلم جيه وبيقوله انا همشي وهسلم اختي ديك امانة ولو جرالها اي حاجة انا هحسبك بيروح الشوه يجيب عربيته فبيسألها جيه لقيت اللي بتدوري عليه قالت له لسه قال لها من رأيي ان تشو بيحبك جدا ويليله لان انا شايف انه هايساعدك وهنا بنعرف انها برضو بتدور على نفس الحاجة اللي بيدور عليها السيدة تشو واحنا برضو لسه بنعرف شو ما بيدوره على ايه والسيد دو بيقول لبنته ان هو ناوي تسيطر على المدينة وينهي عيلة تشو خالص وبترح دو لمرات السيدة تشو اللي بتجري عليها وبتقول لها جايبالي قفيون صح قالت لها انا قلت لك شروطي وانتي ما نفستهاش لو نفستي عجبلك اللي تطلبي قالت لها لأ هيقتلوني انا خايفة جدا فطلعت لها علبة افيون فضعفت قدامها وقالت لها هو بيتجر في الخنزير والخنزير دي معناها بيتجر في البشر تاني يوم السيد دو بيقابل السيدة تشو وهو حاطت رجل على رجل وبيقول له ان هو مش هيقدر يحنس شحناته ولا بضيعه الفترة اللي جاية دي لانه اكتشف ان هو بيتجر في الاطفال وبيهددوا ان اهل المدينة لو عارفوا حاجة زي كده وانه بيستخدم در الايتام لبيع الاطفال هيحرقوا الاصر وانت جواه فمن رأيي يعني ان انت تهدأ كده وتتنازل عن سلطاتك وانا هضمن لك سلامتك فضحك وقال له بييني علي ان انا عجزت قوي كده وما بقاش يتخاف مني عموما انا موافق وبيينه انه هو بمنتهى الهدوء اللي واضح جدا انه هو بيسبق العاصفة وبيستلم السيد دو در الايتام وبيقول انه بقى رسميا مسؤول عنها والسيد تشو قتل مراتو لانه تأكد ان هي اللي خرج بتسره والسيد دو بيدي لين تذكرة سفر لجنوب اسيا وبيحذرها من وجودها في المدينة وإلا هيقتل لها تشو فبتروح لتشو تقضي معاه الوقت وهي بتكلمه عن انه كان الامل لها بعد وفاة اهلها وانها بتحبه جدا فبيصحى تانيوم بعد الحب ده كله يلاقيها قالها خاتم الجواز واختفت من المدينة خالص بس تشو بيكون متأكد ان لين مش هتمشي اللي لما تاخد حقها وخصوصا ان النهاردة المؤتمر الرسمي لتنصيب السيد دو كمسؤول لدر الايتام ومجرد ما بيفتح السطارة بيتفاجئ الكل بمصايب تجارة الافيون وشحن الاطفال والاتجار فيهم وكل الادلة للاختلاص والنهب اللي متورط فيها السيد دو وبنته وصمعاتهم اللي في الارض طبعا الناس بتصور عليهم ويبتظر حياتهم للكل فبعدها بترجع عليهم وبيجري عليها تشو وبيطلب منها انها ما تبعدش تاني عنه ابدا فبتقوله ما كنتش عاوزك تتأذي بسببي فبتحصل مظاهرات قدام بيت السيد دو وبيكون الناس لو مسكوها يقطعو فبيتنكر علشان يهرب من غير ما حد يشوفو وبيجري على السيد تشو اللي بيرفض ان هو يقابله وبيخلي الخدم بتوع ويطلع وبره يرموه في الشارع وهو ماشي فجأة بيطلع له الضبط الجديد وبيفضل يضرب فيه وبيقوله انت السبب ان انا بقيت موت من افيون وبنعرف ان لين هي اللي قالت له ينتقم منه وياخد حقه وحق كل الناس اللي سيطر عليهم مستيد دوب الافيون وفعلا فضل يضرب فيه لحد ما قتل وهرب وبنته نهارت وبقت زي المجنين بتتحك وبطعاية في نفس الوقت وهي بتتوعد لين انها لازم تموت هي كمان اتشو بيقابل لين وبيطلب منها انها تقوله لسه نوية على ايه لكنها بترفض تقوله فبيترجاها لانه مهما كان هو هيكون جنبها قالت له حتى لو اللي هقوله هيصدمك في نفس الوقت ده السيدة شو بيلاقي شنطتها اللي فيها صور المجرمين اللي منهم هو وبيفتكر انه لما كان بيسأل ابوها عن الحاجات اللي احنا لسه ما نعرفش هي ايه ورفض انه هو يقوله عليها ابوها هو اللي ضغط على المسدد بنفسه وقتل نفسه عشان ما يقولوش مكانها وربط كل الاحداث ببعضها وفهم ان بنت شوي تبقى هي لين وهي اللي وراء كل التدمير اللي بيحصل في حياتهم ده وبيشوف صورتها معاليتها كمان وده بيأكد له فبيحرق الصورة وبيكرر ان هو ينتق منها المساعد بيروح لتشو وبيلاقي نايم مكانه من قطر الشرب وبيكون رفض انه هيرجع للبيت وعمال ينده على لينه بس ولما رجعوا للبيت اتهجم على لينه وفضل يقول لها ليه انا حبيتك وانت دلوقتي عاوزت سبيني فحاولت انها تبعدوا عنها لكنه كان خلاص تجنن والتاني يوم بصحي المساعد وبيقولوا ان لين سبقته للفطار فبيترعب عليها من ابوه وبيتر يروح له وبيكون ابوه بيعملها كأنه ما يعرفش اي حاجة ومجهز لها اكل كمان وعمل لها مخصوص لكنها مش بترضى تاكل منه وبينزل تشو مرباب عليها فبيتطمن انها بخير فبتروح تشتري هدوم وبتتفاجئ بدو وراها وبتضربها فبيغم عليها وبياخدوها في عربيتها وبيمشوا بس بيشوفها المساعد وبيجري يبلغ تشو اندو بقى بتكون جايبة اخرها منها وبتغرقها بالبنزين وبتقول لها انا حولك للرماد لان ظهورك كان سبب فخارة في حياتي كلها فلازم اخفيك من الدنيا خالص وبترمي عليها عصاية النار عشان تخلص منها بقى لكن بيظهر تشو فجأة وبيلحقها وبيرميها بعيد عنها وبتسلم دول الشرطة وبينكزلين وبيوديها للمستشفى وهناك بتحلم بابوها وهو بيديها بوصلة وبيقول لها على رمز سري لخزنة سرية في الساعة وبيقول لها ان هناك سبب لحماية العيلة ولازم تحافظ عليه فبتصحى وبتقرر انها تروح للقصر بس بتلاقي تشو داخل متخفي كأنه دكتور وبيقول لها كان لازم اعمل كده علشان احميك في السر وبيرفض خروجها من القوضة وبيطمنها انه هو دايما هيكون جنبه ويحميها والتاني يوم بيقابلوا الصحفي اللي بيجيب لهم باقي المصيب اللي عملها ابوه وما كانش مصدق ابدا وبدأت لين كمان تحكيله على اللي حصل لعيلتها وازي تقتله وقالت له انها مش بتجبره الشركة في الانتقام بس هي مش هتقدر تترجع عن انتقامها فمسك اديها وقال لها وانا عمري ما همنعك وبياخدها وبيروح للقصر بعد ما بيتأكد ان بابوه نام واول ما بتفتح الخزنة بتلاقي اوراق بتثبت ان السيد تشو قعدوا في عصابة خطيرة جدا وبيطلع كمان متورد في اعمال كتير مشبوهة وانه قاتل رجل الاعمال تشو الحقيقي واخد اسمه وزوجته وابنه واتصدم تشو انه هو ما يبقاش ابوه اصلا ودخل عليهم السيد تشو وهو بيقولها كان لازم تموت في الحريق بس سبت اكتخبصي على كل الزبالة اللي حوالي الاول تشو قال له فصرلي اللي مكتوب هنا قال لابوك مات وانت صغير وانا ربيتك مكانه فقال له طب وامي اللي ماتت وهي كانت بتعرف طعم كويس وماتت في بسين القصر فصرلي ده قال له انت بتشك فيها بعدما قبرتك وربيتك فامر رجالت ان هما يربطوهم وخلاص كان هيقتل لين بس تشو صرح ووقفه وقال له ما مش هسمح لها ان انت تقتلها زي ما قتلت امي قال له ام كان كنت بحبها وانا راجل فقير لكنها رفضتني وفضلت ابوك علي وحتى لما تجوزتها كانت عايزة تفضحني وتقول حقيقتي للناس هي اللي جابته لنفسها في الوقت ده لين كان معاها سكينة وبتقطع الحبل وقتها وجه المسدف ناحيتها علشان خلاص هيقتلها لكن الشو بعده برجليه عنها فجري اتخذته وجات علشان تقتله كان هو جاب مسدس تاني فضربته في ايده واتنطر المسدس من ايده وفكت شو نفسه وساعدها الصحفي والمساد وكمان اخو لين ووقفت تضرب عليه الرصاص وهي بتنتهم لكل الناس اللي ازاهم فبيقع في الارض وبيمسك المسدس وبيجي علشان يقتلها فبيضربه تشوه وبتكمل لين ضرب لحد ما بيموت وبيخلصوا منه اخيرا وبعدها بيعمل لها فرح كبير جدا وبيوعدها ان هو دايما هيكون جنبها ويحميها ويبس كده خلص مسلسامنا بنهاية سعيدة كنت معاكم اي احبان وشنجبو اللايك وشتير وسبسكرايب واستنوني في اللي جاي سلام